ترحب مملكة البحرين بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة والذي أوضح بشكل لا لبس فيه التدخلات السلبية والممارسات العدائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمهورية اليمنية والرامية إلى إطالة أمد الأزمة وتعطيل مساعي التوصل إلى حلاً سلمياً لها وقيامها بتزويد بلشهة الحوثية الإلقلابية بصواريخ خطيرة تحمل بل تحمل مخاطرة كبيرة في عال حياة أبناء الشعب اليمني الشقيق وتهدد أمن الممرات البحرية والأمن والسلمة في المنطقة بكاملها وتشيد مملكة البحرين بوقف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة رافض لنشطات إيران وقيامها بدعم الجماعات الإرهابية كحزب الله وغيره في انتهاك ووضح القرارات والأعراف الدولية ومن بينها قرارات مجلس الأمن رقم 1559 و 1701 و 2131 و 2116 مشددة على ضرورة سرعة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات ومحاسبة إيران على مخالفاتها وخاصة في دعم الإرهاب وتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتجدد مملكة البحرين جنتها شديدة تدخلات إيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية والموثقة بالأدلة والإثباتات الواضحة التي تؤكد قيام إيران بدعم الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وتأسيس جماعات إرهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي وهو ما يتنافى تماما مع مبدأ حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تؤكد عليها بثاق الأمم المتحدة والقانون الدولية وتشدد البحرين على موقفها الثابت الذي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل لينهي كل أشكال التدخل الخارجي في الجمهورية اليمنية ويحفظ مقدرات الشعب اليمنية الشقيق ويضع حدا لمعاناته وذلك وفقا للمبادرات الخارجية وآلياتها تنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمر قم 2012 و16 مريبة عن دعمها لجهود المبعوث الأممي ذا اليمن الهدفة إلى إيجاد حل سياسيا وفق هذه المرجعيات ترجمة نانسي قنقر